السلام عليكم. انا بقى في رابع يوم رمضان هتصحر. الصحور المفروض يمشي ازاي? طبعا احنا بالنسبة لوجبة الصحور. بنفضل انها هتبقى وجبة متوازنة زيادة شوية في البروتين. زيادة شوية في البقليات او الحاجات اللي هي هتقط في المعد عشان ما نجعش. والنشوية بتاعتها النشوية البسيطة ما تبقاش كمياتها كبيرة. يمكن هنتكلم في تحديد السكريات او تحديد النشوية اللي ممكن تخش جسمي اثناء اليوم ده على جنب. طيب. الجزء الاولاني اه في الغالب بعتعش شيء. ممكن حاجة زي البيت. ممكن حاجة زي الفول. حاجة زي الجبنة. بحيث ان احنا بنجبنا القريش او كده. بحيث ان احنا بنكلف جرة البروتين معقولة. حاجات. الجسم او المعدة بتتعاملش معها بسرعة وخلاص. فمسلا عشان كده يمكن احنا نحن ناصر بنفضل الفول وده حاجة كويسة. الكمية اللي احنا دايما بنعيرها بتبدأ من تلات معالق. طيب احنا بنتكلم من تلات خمس معالق او ست معالق. ده ممكن يكون كمية كويسة بالنسبة لنا في الصحور. طيب احنا مسلا ممكن نحاول معاها ان احنا هندخل سي بطين مسلا سوى مسلوقين او لو معمولين بمعلقة زيت. اه سمنا بلدي او زيت زتون مسلا معلقة صغيرة. هو او جبنة مسلا جبنة القريش مفيش مشكلة عليها شوية صلاطة. ممكن نختار اختيارين من دول. ده بشكل عين. طبعا بيختلف حسب وزنك وحسب احتياجات صغراتك بناسبة للشخص اللي حاسب احتياجات جسمه. اللي معاهم طبعا لو كده ممكن ناخد كوباية زبادي او حاجة زي كده او لابا رائب. الحاجة اللي احنا ما بنفضلهاش قوي يعني في معظم الناس لا انا العيش باخد منه كمية. طيب ممكن نعمل حركة سهلة. احنا الربع رهيف تقريبا بيساوي صمرت بطاطس مسلوقة. فممكن ناخد صمرت بطاطس دي. ممكن ناخد مسلا صمرتين بطاطس مسلا مسلوئين. نهرسهم بحيس ان هو معدل الشبع بتاعهم اعلى. فيحسوك بالشبع تاني يوم. ثانيا انت لما هتاخد نصر غيف كميته بالنسبة لك فليلا. فانت مش هتحس بالشبع بشكل كفاية. انما لما هتاخد مسلا صمرتين بطاطس مسلوئين مسلا وهتاخد معهم مسلا البطين او كده هتحس انها الكلتة اكتر. فعشان كده يمكن دي حاجة من الحاجات اللي بنفضلها اكتر في الصحور بشكل عام. بس ما عندناش مشكلة حتى لو كان عيش. بس يبقى في الكمية المتاحة بتاعتك. اثناء الضايت. وده ان شاء الله يبقى حاجة صحية. طيب. العدل اللي كله بيعملها في الصحور. انا لا باجي في الصحور باشرب مية كتير جدا. يمكن ده مش صح. وده يمكن هنتكلم عن المية في رمضانة. المية ما ينفعش تشرب في وقت واحد وخلاص. المية عشان جسمك ما يحسش بالجفاف في وقت تاني. المفروض انها تتوزع على اثناء اليوم. ما تبقاش في مرة واحدة هاجي. اثناء الصحور واسناء الفطار وهرشب كمية مية كبيرة. الجسم مش هيستفاد بها بالشكل الكافي. المفروض انها تتوزع على مدار اليوم. وده هو الصح عشان ما حسش بتقلع حتى. والجسم يستفاد بالمية بشكل كويس. شكرا.